أصبح انتشارها رهيب خاصة عند الأطفال لأنه أصبح ميولهم مكان اللعباء أصبح ميولهم لهذه التجهيزات والأجهزة خاصة لطابلات والهواتف النقالة لتكون عند الأولياء ويسلموها لأبناء التاحهم خطر كبير لأنه نقدر نسميه كأنه أعطيته مخضر ولا أعطيته مادة سامة لهذا الطفل في حين أنه الآباء والأولياء إن صح التعبير أصبحوا كشوال يتملصوا من التربية والمريعية على الأطفال مجرد ما يكون عنده شغل للأب ولا الأم خاصة لربط البيت تعطي طابلات ولا الهاتف تاحها لابن التاحها وتخليه بشي بعدها ويلهى ولكن هذه كلمتي لها لنديروها بين عريضتين أنه الطفل رح ينزوي وينعزل علينا يعني في حين أنه الطفل الصغير أقل من سنتين يكون مازال نمو تعد دماغ تاو مازال مكتملش الأعضاء تاو مازالها في طريق النمو وبالتالي التأثير تحت هذه الأجهزة مباشر على الجسم التاعه والأعضاء التاعه في حين أنه الطفل الصغير يحتاج أنه يتواصل معنا معنا نحن ندوله ويأخذ منه ولكن طابلات هذه ولا الجهاز ولا اللوحة الذكية ولا الهاتف فقط يقوم بعملية التلقي فقط ولكن هو ما رح يقدمه لهذاك الجهاز وبالتالي يصبح عنده خلل في التواصل أنا ممكن دخلت في اختصاص فعلا الاجتماعيين النفسيين ولكن عندها تأثير رهيب ورهيب جدا هذا الأجهزة في حين أنه العلماء يمنعوا الاتصال ولا أي كونتاكت بين الطفل ولا أي جهاز رقمي ولا لوحة رقمية ولا شاشة قبل السنتين ومن السنتين من ثلاث سنوات حتى الخمس سنوات على أكثر ساعة وكان يقول الساعة معناها بإشراف الأولياء مراقبة مراقبة بالإشراف تعه والمراقبة بعد الخمس سنوات حتى الثلاثة سنوات ممكن يستعملها ساعتين لكن المعدل لما نشوفه الإحصائيات يقولوا بأن الطفل العربي يستعمل حوالي الجهاز ويكون أمام الشاشة حوالي معدل سبع ساعة يوميا سبع ساعة يوميا إذن نحينا أوقات الدراسة ونحينا أوقات النوم رح يبقى له فقط الوقت ليتصل به بالشاشة ومصادر تعل الأخطار في هذه الأجهزة نقدر نقسمها إلى أربعة الحاجة الأولى هي الإضاءة والضوء الموجود في هذه الشاشات والحاجة الثانية اللي هي الموجات والشبكات المتصلة بها والشيء الثالث اللي هي التطبيقات الموجودة في هذه الشاشات نحن الاتصال للطفل الإضاءة الموجودة فيه لو كان نحن نشوفه ونذكره قبل سنوات فقط الهواتف قبل ما تكون الهواتف ذكية كانت ذلك السامة كان فيها لو نلاحظ اللون الأزرق لاحظوا بأنه حتى الأرقام علش اللون الأزرق لأنه اللون الأزرق عنده سطوع قوي والموجات تعقوية وبالتالي يقدر يبلن برا في الأشعة تعل الشمس لو كان نشوفه حتى التلفاز القديم لو كان نخرجه برا نحبه نتفرجه مثلا مباراة ولا مع الحومة ما يبناش في النهار ما نقدرش نشوفه التلفاز هذك في النهار لازم يكون في غرفة ولا في الليل الأجهزة الحديثة هذه والشاشات اللي رح يموجود هل الأوديل هل الأل سي دي فيها الإضاءة الزرقاء فيها الذوء الأزرق